السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم والله أحبت في هذا اللقاء الشعب الأردني شعب مزنقل الشعب الأردني شعب غني وبطران دليل ذلك بعد الاشتراك في القناة والإعجاب حتى يصلكم كل جديد إذن الشعب الأردني شعب غني شعب مزنقل شعب يتعب على مزاجه كيف يعني؟ إنه الشعب الأردني قاعد يصرف أربعة مليار ما يقارب أربعة مليار دينار أردني سنوي على المزاج أربعة مليار؟ نعم كيف؟ على التدخين دخان في الهواء أربعة مليار دينار أردني كيف عرفت طيب؟ أنا أقول لك كيف عرفت؟ عرفت أنه تسعة مليون أردني منهم ثلاثة مليون على الأقل مدخن والدخان بكية الدخان حقوا تقريبا من أربعة أو خمسة دنير إلى دينار المتوسط ليس ثلاثة بدون نقول ليرتين والمدخنين يدخنوا من أربع بكيتات إلى بكيت نأخذ المتوسط بكيتين يعني اثنين في اثنين أربعة أربعة دنانير أربعة دنانير في ثلاثة مليون يطلع عندنا ثم عشر مليون دينار أردني باليوم الواحد ينصرف على المزاج والهوى على القتل على التبذير على التدمير طيب 12 مليون في اليوم ضرب ثلاثين ثلاثمائة وستين مليون ثلاثمائة وستين مليون شهري الشعب الأردني الغني والبطران قاعد يدفعوا على التدخين طيب ثلاثمائة وستين في سنة يطلع ما يقارب أربعة مليار وثلاثمائة وستين مليون أربعة مليار ما يبدن ثلاثمائة وستين مليون أربعة مليار دينار أردني وكلام هذا والله الذي لا إله إلا هو لوجه الله تعالى أربعة مليار والله لا يبقى في الأردن لا أعزب ولا عانس ولا عاطل عن العمل ولا 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 أربعة مليار دينار أردني قاعد يخرج من جيوب الشعب للتدخين نناقش غلاء البندورة نناقش غلاء الخبز نناقش غلاء السكر نناقش غلاء الرز طيب والأربعة مليار اللي قاعدين ندفعهم ما نتقل له والتدخين أصلا حكم الشرعي حرام حرام وهو قتل نفس وتبذير وضرر وضرار وإسراف وكل الأمور السيئة في التدخين ثلاثمية أربعة مليار دينار أردني على التدخين من غير الأرقيلة فلنتق الله وكلامي هذا ليس موجه الإنسان معين ولكن للمجتمع كامل فلنحارب التدخين ما يصرف على التدخين أكثر مما يصرف على المخدرات وكله حرام وكله حرام خلينا نعمل حملة وجه الله تعالى على ترك التدخين بدلها يا أخي بدلها حط عندها شعار بدلها شعار بدلها بدلها داخل شعاري ستين سبعين مئة مئة وعشرين دينار أردني ارتب لك سيارة ودفع قصدها أثث دارك كامل ودفع قصد قصد جامعة هذا الكلام إذا ما بدك تصدق أصلا والله العظيم لو محتاج جارك أو أخوك أو أمك أو أبوك كل يوم يجي عليك على الدار ويدق عليك الباب يقول لك بدل ليرتين أول يوم تعطيه ثلان يوم تعطيه ثلاث يوم تعطيه ثلاث يوم تعطيه بعدين يقول لك تقول له حل عني لو أن أمك أو أبوك حل عني أنا أصرف عليك طيب والدخان اللي قاعد تصرف عليها فلنتق الله لأنه يوم القيامة رايحين نوقف أمام الله ونسأل عن المال من أين اكتسبته والله من حلال طيب فيما أنفقته في التدخين صح جزاكم الله خير بارك الله فيكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا وعليكم للتدخين ونرجع إلى الله بإذن الله وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته